اليوم رح أعطيكم الزبدة تبعية الأفلام اللي شفتها من بداية السنة لحد الآن لتقريبا منتصف السنة فرح أعطيكم أفضل خمس أفلام تفرجت عليها بالسينما واستمتعت بمشاهدته ورح أحكي لكم عن تقييمي شخصي للأفلام وتقييم الـ IMDB نبدأ بأول فيلم فيلم رقم خمسة غريد ثري وهذا الفيلم تقييمه على الـ IMDB 6.8 تقييمي شخصي قريب منه بعطيه 7 من 10 وإذا بدك تتفرج على الجزء الثالث بنصح أكتشوف الأول والثاني بعدين الثالث أنه القصة كلها مرتبطة مع بعضها الفيلم هذا من إخراج مايكل بي جوردن وهذا أول فيلم إلو يخرجه ومن بطولة نفس المخرج مايكل بي جوردن وجوناثن ميجرز قصة الفيلم مثل ما حكيت لكم أنه مرتبطة بالجزء الأول والثاني هلأ رح نشوف هون البطل اللي هو غريد كيف حياته صارت مزدهرة وصار غني وحياته الشخصية مستقرة صار عنده بنت ويعني حياته جميلة وصار عنده صالة رياضية كبيرة باسمه بصير يدرب الناس اللي حابين يصيروا أبطال عالم برياضة البوكسي هذا كان بيجرد على المساعدين ايه يا رجل أستطيع أن أساعدك؟ دعني أحضر المساعدة لا لا أستطيع أن أحضر المساعدة لكي أنت أخرج مني لا تتذكرني ها؟ ايامي فجأة بظهر صديق قديم لكريد من أيام الطفولة وكانوا الاثنين يحبوا البوكسينج فرح يصير بين هادول الشخصيتين الدراما ورح نعرف قصة البطل ورح نتعمق فيه أكتر ومن عندهون بيبدأ الفيلم ما بدي أحرع عليكم الفيلم الفيلم تقريبا محروف لأنني معظم أفلام الرياضة أو البوكسينج بنعرف كيف بتبدأ أو كيف بتنتهي وهي تعتبر نقطة سلبية على هذا الفيلم لأنه القصة من بدايتها بتحسها مفضوحة ومعروفة شو رح تكون بدايتها ونهايتها من الشغلات اللي حبيتها بهذا الفيلم أنه مايكل بي جوردن هذا أول فيلم إله يكون المخرج تابعه فصراحة أهني الفيلم كان جميل واستمتعت فيه كأول فيلم يكون إله من إخراجه والحلو بهذا الفيلم وأنت عم تتفرج عليه بتحس حالك أنت مع الشخصية بتحس حالك أنت البطل بيرفع فيك الأدريلانين تخليك متحمس وأنت عم تشاهد الفيلم وبيرفع معنويتك وبس تخلص الفيلم بدك تدخل بوكسينج وخلص تصير بطل مثله تقييمي لهذا الفيلم بعطيه 7 من 10 الفيلم رقم أربعة قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن الأخوين ماريو ماريو والويجي بيشتغلوا كسباكين فبيكونوا شغالين بالصرف الصحي أو المجاري الموجودة تحت الأرض فبيشوفوا أنبوب شكله مريب بدخلوا جوه هذا الأنبوب وبيتفاجأوا أنهم صاروا بعالم غريب وهذا العالم اللي بيدخلوا بيكون عالم سوبر ماريو اللي نحن بنعرفه وبس يدخل على هذا العالم الغريب بيتعرف على الأميرة اللي كلنا بنعرفها وهي الأميرة وسوبر ماريو رح يدخلوا بمغامرة ممتعة وملئة بالأكشن ومؤثرات البصرية الجميلة وهدف المغامرة أنه يوقف الشرير من أنه يحتل العالم ويدمر العالم يا جماعة والله ما أكذب عليكم هذا الفيلم من أجمل الأفلام اللي تفرجت عليها بحياتي لأنه رجعني 10 سنين 15 سنين لورا رجعني للماضي الذهبي الماضي البريء اللي ما فيه أي شيء أيام لما كنا نقعد أنا وأخواني قدام هذا التلفزيون اللي بيكون عريض هيك ونقعد نلعب مع بعض سوبر ماريو نلعب ماريو كارد مغامرة ماريو اللي بنطفه المكعبات وبيطالع منه الكونز أو الوردة والشغلات اللي بيخليه يتطور وأيام حلوة فكل هالشغلات رح نشوفها جوه هذا الفيلم لما يحارب القرد رح نشوفه جوه هذا الفيلم لما ماريو صير مثل السنجاب أو عنده ديل أو لما يصير يضرب نار رح نشوفه جوه هذا الفيلم فجامعين كل شي بيخص ألعاب سوبر ماريو وحطينا الفيلم واحد الشي الحلو بهذا الفيلم وبنفس الوقت ما عجبني أنه الرذم تبعه كان سريع ما فيه أي طمطيط مليء بالأكشن رح تستمتع فيه بس اللي ما عجبني أنه الفيلم حسيته سريع كتير وخص بسرعة حسيت مضى علي بس 30 ثانية مدة الفيلم كانت ساعة ونوصلة وكانوا عاملينه ساعتين رح يكون جميل ومكتمل من جميع النواحي المؤدين تابعون الأصوات بشخصيات ماريو كانوا صراحة رائعين بمعنى الكلمة مؤدي صوت ماريو كان كريس برات والويجي أخو ماريو كان شارلي داي والشرير كان جاك بلاك والأميرة آنيا تايلر جوي اللي هي كانت بطلة كوينز قامبت فصراحة الأصوات كانت راكبة على الشخصيات واستمتعت بهذا الفيلم بأعلى الحدود وهذا الفيلم رح تستمتع فيه أكتر لما تتفرج عليه مع العائلة وأحلى شيء أنه ما فيه أي أنواع من الأجندة تقييمي لهذا الفيلم بأعطي 7.5 إلى 8 من 10 وتقييم هذا الفيلم على IMDB 7.1 من 10 فيلم رقم 3 The Flash هذا الفيلم رح يكون مستقل بس لشخصية The Flash رح نتعرف عليها أكتر ونتعمق بالشخصية أكتر وأكتر رح نشوف تعلق شخصية The Flash مع أبو ليش أبو مسجون شو كانت القضية وشو كانت المشكلة رح نعرف أمه وين اختفت وشو سبب اختفاءه ورح نعرف كيف قدر أو شو كان السبب لحده صار هيك سريع وحصل على هاي القوة الشي الوحيد اللي ما عجبني بهذا الفيلم فكرة أنه عم بيلعب بالزمن ورجع بالزمن هذا الشي كشفته كتير بعالم أفلام مارفل فحسيت أنه صار فيه نوعا ما من التقليد لأفلام مارفل بس طبعا عالم دي سي أقدم من عالم مارفل بكتير وهذا الشي رح يتعب عليك وانت عم تتفرج على فيلم The Flash لأنه لازم تتفرج على باقي أفلام دي سي وبالأخص فيلم Man of Steel حتى تفهم بعض المشاهد اللي عم بتصير جوا هذا الفيلم هل سوى Cruise لا؟ تبعدي هقف أهلا هكذا اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله